هل هنشوف عمل مصرحي جسد سيرة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي على المصرح في شهر رمضان زي مسلسل إمام الدعاء كده وليس هابه الدولار ومسكه في الشيخ الشعراوي دي الأسئلة إن قلب السوشيال ميديا كلها خلال الساعات اللي فاتت دفاعا عن الشيخ الراحل بعد الهجوم عليه من بعض المثقفين وكتاب الرأي قالت إيه وزيرة الثقافة نيفيني الكلاني عن إمام الدعاء ومين أبرز النجوم والكتاب اللي تطولوا على الشيخ أنا آية يونس بدلع نعرفه في الفيديو اللي معنا انتقادات كبيرة بتواجهها الدكتورة نيفيني الكلاني وزيرة الثقافة من الجمهور بعد اعتراضها على تكسيد سيرة الشيخ الشعراوي على المصرح القومي خلال شهر رمضان اللي جاي وقالت إن الشيخ عليه تحفظات كتيرة ولن تقبل بتقديم سرته على المصرح مما أغضب قطاع كبير من المصريين الكلاني قالت إن اسم الشيخ كان مطروح على سبيل المثال ومش التأكيد كمان الهجوم على الشيخ مش من النهاردة ده بدأ من زمان قوي لما الكاتب والأديب الكبير يوسف إدريس وصفه بممثل نصف موهوب وفاتح جيوبه للفلوس فاتعرض وقتها إدريس من موجة كبيرة جدا عنيفة من المصريين دفاعا عن الشيخ لدرجة إن الصحص وصفت موقفه بمعركة الشيخ والأديب انتهت بالصلح لما عرف الشيخ إن يوسف بيتعالج بنفس المستشفى اللي كان موجود فيها إمام الدعاء وقتها الكاتبة فريدة الشباشي تعتبر أبرز من تطوله على الشيخ الشعراوي لما اتهمته في وطنيته وشككت كمان في حب المصر الشباشي لها مواقف كتيرة مع الشيخ منها مثلا إن الشعراوي فرح في وطنه بعد نكسة يونيو وقالت اللي يسجد لله شكر لهزيمة بلده هيسجد لله على نصر العدو قالت كمان الشباشي إنها ما بتحبش الشعراوي وده رأيها الخاص بعدها الشيخ أحمد ابن الشيخ الشعراوي رد عليها وقال إن تاريخ الشيخ وعلمه ووطنيته معروف لا ينكره إلا كل حاقد وجاهل وبعد كده أرى الآية الكريمة إن الله يدافع عن الذين آمنوا الكاتب إبراهيم عيسى واحد من أكتر الكتاب اللي هجموا الشيخ الشعراوي ومواقفه كتيرة معاه تواقع على الشاشة أو في قراءة مكتوبة منهم زي مثلا إن عمره ما شاف الشيخ لأفكار منهضة للعلم والتقدم زي الشعراوي وعمره مصادف راجل زيه بيستخدم المنح الربانية اللي أنا عنديه ربنا عليه لخدمة التطرف إبراهيم لرأيه تاني برضو قال فيه إن الشيخ صاحب قراءة سلفية وكان ضد فكرة زرع الأعضاء أو نقلها وده اللي خلى الناس كتيرة قوي تدفع عن علم الشيخ وسمحته كمان الكاتب مفيد فوزي كان من أشد المخالفين للشيخ الشعراوي سبق التطول عليه أكتر من مرة بدأت لما أهداه الشيخ كوز دورا 8 دولار فكتب مفيد العبارة دي بشكل ساخر زعل بسببها الشيخ منه موقف كمان لمفيد كشف كره للشعراوي على الملأ لما وصف يوم رحيله بإنه أسعد يوم في حياته بسبب قراءه والموقف الثالث لما انتقد مفيد الشيخ بسبب إقناعه للفنانين بالاعتزال وارتداء الحجاب الناقد الفني طارق الشدناوي ليه تصريحات من كام ساعة تطول فيها على الشيخ الشعراوي قال إن الشعراوي لروحانيات رجعية ومتزمتة مش عصرية خالص وده الكلام اللي قاله لرفض تقديم سيرة الشيخ الشعراوي على خشبة المصرح القومي ضمن مشروع مصرح السيرة المخرج محمد العدل نشر هو كمان على حسابه انتقادات للشيخ الشعراوي وقال إنه كان بيعتقد إن وزارة الثقافة مستثنى من الفكر الوهابي وقال عبارته الساخرة خليته إلي وزارة الأوقاف الكاتب والمؤلف محمد الغيتي معروف دايماً بانتقاداته للشيخ الشعراوي وفي أكتر من مرة على الهوى قال إن الشيخ سبب انتشار الفكر الوهابي في مصر وإنه هو اللي أقنع السادات بإعادة جماعة الإخوان بشكل سلفي بين الجمهور وللسبب ده الجماهير انتقدت الغيتي دفاعاً عن الشيخ وشنه عليه حملة هجوم كبيرة كمان أسمى بنت الفنان شريف مونير كانت تطولت هي كمان على إمام الدعاء ووصفت أفكاره بالتطرص لما طلبت من متابعيها اقتراح أسماء مشايخ معتدلين وفتواهم مرسوقة فالجميع رشح اسم الشيخ الشعراوي ردت وقالت إن أفكاره متطرفة ومش بتفهم منه حاجة بتم الهجوم عليها واضطرت تقفل حسابها الرسمي فيسبوك واعتذرت على الهوى لكل الناس الكاتب والسيناريست متحت العدل هو كمان هاجر من الشيخ الشعراوي ودافع عن أسمى شريف مونير بعد انتقدها للشيخ الشعراوي وقال إن الشيخ مش نبي ولا معصوم واستشهد بمقولة أمير المؤمنين عمر الخطاب لما قال أصابت امرأة وأخطأ عمر